موسيقى أهلا وسهلا فيكم من جديد وصلنا لفقرة التغذية ومع أخصائي التغذية رند ديسي اليوم رحنا نتحدث عن اللوز الأخضر أهلا وسهلا صباح الخير الصباح المرد كيفي مروان تمام وأنتي حمد الله هاي أمونة هاي حبيبتي كيفك كمام وأنتي كيفي ملهية إيمان ملهية كانت أخضرات أخضر أشياء أشياء زاك عم نوكل جبنة سعطين على قلبك طيب اليوم في اللوز الأخضر رحنا نتحدث لأن اللوز الأخضر هلا بعدنا بموسمه يعني لسه ما راح وموجود وزاكي واللي بنعرفه كله أنه مفيد ولكن بالتفصيل أشي فوائد ما بنعرف نحنا أو بالتحديد تعرفي ريوان حبيت اليوم أحكي عن اللوز الأخضر هذيك اليوم يأتي عندي أشخاص على الحياة بقول لي أنا ما باكن اللوز أخضر أبدا 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 بفتح اللوز وبشيل اللوب عشان أخسر من أو أشيل من السعرات الحرارية بيكون مركزة باللب لا آه والله هاي الأشعاعات آه في كتير ناس عم بتروج لهاي المعلومات الغريبة اللي أنه مثلا إذا أنت فتحت اللوز الأخضر وشلت اللوب رح تقللي من السعرات الحرارية البندورة بتحب السوائل كتير كتير أشاعات عم تطلع عن التغذية للأسف غير صحيحة فعشان هيك اليوم حبينا نحكي بتفصيل عن هذا الموضوع فوائد اللوز الأخضر مين ممكن الأشخاص اللي ما يستفيدوا منه ويحدوا من استهلاكه وشو والطريقة الصحيحة اللي أنا لازم أستهلكوا فيها طيب بس هو مفيد جدا نحن كلنا بنعرف جدا ولكن شو فوائده أوكي هلأ صحيح أنه هو معتدل بالسعرات الحرارية يعني مش كتير قليل بالسعرات الحرارية ومش كتير مرتفع ولكن معتدل الحل أني أخد كمية محدودة باليوم لنحد كمان من أضراره على جسمنا فوائده بتكمن أنه هو بيحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية اللي هي جدا مفيدة اللي نحن دايما بنحكي عنها وبنحكي أذيش هي بتقلل من تراكم الدهون الموجودة عندي بالجسم بالإضافة لهذا الشي هو مصدر كتير غني لمضادات الأكسدي بيحتوي على فيتامين A بيحتوي على فيتامين B6 بنسبة كتير عالية بيحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم ميجنيزيوم و بنفس الوقت على الزينك والسلينيوم كل هذا حبة اللوس الصغيرة كل هذا حبة اللوس الصغيرة يعني بخامة اللوس لازم نوكل عشان ناخد كل هاي الأشياء نحن نحن نبه نحكي عن كمية أنا بحكي عن كوب كوب واحد باليوم عم يعادل 200 ل 240 جرام منقدر ناخد منه ما يقارب 80 إلى 120 سعر حرارية طبعاً حسب حجم الكوب وحسب حجم الحبات اللي بتكون باللوز الأخرى لما أنت تقولي بـ 240 يعني وقية اللوز إحنا بطلع للمليا بزفت وقية ممتازة ممتاز وهي بتعادل حصة واحدة إلى حصتين من الفاكهة هلأ وين أنا بأخذ الفوائد؟ أولاً هو بساعد بنسبة كثير عالية لخفض الكوليسترول بنسبة 12% فالأشخاص اللي عم بتعاني من زيادة في الكوليسترول لأنه هو بيحتوي على كثير ألياف وبتلاحظين إحنا لما بناكله بتحسي فيه ألياف كتير صح؟ طبعاً فهذا الإشي بنفش بالمعدة بيقلل من امتصاص الكوليسترول فبيعمل على خفض الكوليسترول عند الأشخاص المعانيين من مشاكل فيه فإذاً بساعد على خفض الكوليسترول بنفس الوقت بعدل مستويات الدهن بالدم لأنه بيعمل بنفس الطريقة على الدهون الأخرى بيتمتع بأنه بيقلل من ضغط الدم لما نحنا نقلل من الدهون الموجودة بالجسم بيعمل على تخفيض ضغط الدم وأكيد بيخفض نسب السكر بنفس الوقت هلا المادة الغشاء تبع النوى اللي بيكون موجود جوه هو معمول من السليولوز السليولوز هي مادة كتير جامدة يعني الواحدين اللي بيقدروا يهضموها هن المواشي مش جسم الإنسان بالزبط فعشان هيك نحنا لما بناكلها بناخد كل الألياف ما فيها سعرات حرارية عالية بتساعد على الهضم بطريقة أفضل ونفس الوقت الأشخاص ممكن يستفيدوا منها كتير انتي هون قصدك على البزرة اللي جواته أو هي مش بزرة هي بتتاكل لا أنا قصدي على الرشاء السكن البراني اللي هو فيه نسبة عالية من السليولوز اوكي هلا أنا انتي سؤال اكيد هلا انتي يعني كل حلقة من يحكي مثلا قديش مثلا اللوز مفيدة قديش الحاملة مفيدة الكركم كيف الواحد يأخذ كل هاي الأشياء اه قديش يأخذ كل يوم قديش بدا انتي عارف كيف مده برنامجه على الأسبوع يعني تصير تشطبي برنامج جد انه كل شيء مفيد الزعتر مفيد كيف الواحد هذا اكبر دليل على هاتيراند انه لازم الواحد كتير ينوع بغذاءه مية بالمية شو رأيك بتعرف في امعان هلأ في له كل شيء مثل ما له فوائد له أضرار يعني الاشخاص اللي بيستهلكوا كمية كتير كبيرة من اللوز الأخضر خاصة المغمى يعني اللي بدي يحطوه بالملح احنا هون عم ناخد نسبة كتير عالية من الملح وبالاضافة انه اذا انا مش متعودة ااخد هاي النسبة العالية جدا من الالياف رح يعمل لي امساك ما رح يمشي المعدة فكل اشي له فوائد نحنا بنحكي عنه بس بنفس الوقت زيادته لها اضرار فعشان هيك انا دايما بحكي اننوع بالغذاء اللي نحنا بناخده شمي من كل اشي دايما وكل اشي سبحان الله بنزل زي ما قلنا بمواسم صح احنا تخذيه على مدارس سنة تخذيه صح مية بالمية بس مش منوع يعني كلهم بنفس اليوم كل يوم مرحل ناخد اشي بس المهم زي ما حكينا ندخله يعني كل ما نسمع انه مفيد ندخله بأكلنا مية بالمية يعني نستهلكه ونستخدمه بطبخاتنا بأكلاتنا بالسناكس يعني مش كل ما مفروض يكون بالطبخة اوقات بيأي بعد الظهر بدكت نقرش ايشي هون انا بروح الخيار المناسب يعني بأخد لوز اخضر مثلا بموسم اللوز الاخضر اوكي نصحينا نعمله ممكن ممكن نعمله هلأ رح يكون فيه نسبة ملح عالية بس بكميات قليلة بالعكس رح يكون لسه أفيد من المخللات الثانية انا دقته اوكي كتير كتير زائل اوكي 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 والله بنجربها مرة خلص خلص بفقرة بالبيت اوه نعملها طيب هلأ قبل من ننهيم هلأ حكيتيلي شغلة روان كتير مهم ما ذكرتني بشغلة للأشخاص اللي عم ياخدوك كسناك بين الوجبات ما بين وجبة الفطور والغداء للأسف هذا الشي غلط لانه اللوز الأخضر بيحتوي على الفيتامين اي بكثرة فلما انا ااخده بكثرة رح اشعر بعد بفترة بالخمول فيفضل انه نحنا فكرة كتير زكية للأشخاص اللي ما تعشوا حابين ياخدوا اشي في نسبة ألياف عالية ما يتعشوا اشي دسم ممكن ناخد لوز أخضر قليل بالسعرات الحرارية قليل بارتفاع مؤشر الجليسيمي بالجسم يحتوي على الفيتامين اي اللي سيسهل كمان من عملية النوم عند هذول الأشخاص حلو يعني نقدر ناخده زي وجبة عشا نقدر ناخده مع لبني على فكرة زاكي على فكرة دب مع لبني يعني كمان أنا مرة جربته لطيف الفكرة طيب إذن هاته فوائد اللوز نتشكرك كتير رن شكرا كتير لإليك ونشوفك إن شاء الله يوم الأربعة إن شاء الله عملنا مخلل جبنة مخلل جبنة حر يعني حلق فاقرة يومت السبت رح تعملها إيمان معكم اللي هي في البيت وأنا رح تكون فاقرتي كمان مسجلة بإن شاء الله أهلا وسهلا فيك كل الأحوال شكرا شكرا مد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك